نواصل أعمالنا في الوحدة الرابعة وهي المتعلقة بالميثاق السعودي لأخلاقيات مهنة التعليم وبعدها نعرضنا إلى العنصر الأول سياق ظهور الميثاق والعنصر الثاني مضمون الميثاق السعودي نمر الآن إلى استعراض الميثاق العربي لأخلاقيات مهنة التعليم وهو موضوع على غاية من الأهمية بالنسبة لموارخية التربية سواء التربية في كل دولة عربية أو التربية العربية بصورة عامة لأهمية ما حدث في هذا العمر وهو وجود ميثاق لأخلاقيات مهنة التربية والتعليم هو الميثاق الأول تقريباً على مستوى الدول العربية أو وزارات التربية العربية هذا الميثاق يهمني جداً أن نتعرف باختصار على مضمونه لكونه الأصل تقريباً في كل الموثيقة التي جاءت بعده في الدول العربية تمت المصادقة على ميثاق أخلاقيات المعلم العربي في المؤتمر الثالث لوزراء التربية العرب في الكويت بتاريخ 17 من 17 إلى 22 شباط 1968 وقد تضمن هذا الميثاق ديباجة مقدمة يعني وتسعة عشرة مد يعني في الديباجة مثلاً أذكر أنه يقول بالحرف إدراكاً من المعلمين العرب للحقيقة التاريخية الثابتة وهي أن الوطن العربي مهد للحضارات والديانات وأنه أسهم بأكبر جهد في دفع التقدم الإنساني منذ فجر التاريخ وأن معلميه الأولين هم الماهدون له والبنات الحقيقيون اليام جاده وإقامة نهضته الشاملة على دعائم التقدم في هذا العصر وهي الإيمان بالله والحرية والعلم والديمقراطية والمساواة والعدل وإيماناً منهم بأن هدف التربية والتعليم في البلاد العربية هو تنشئة جيل عربي واعي مستنير مؤمن مخلص للوطن العربي يثق بنفسه وأمته ويدرك رسالته القومية والإنسانية ويتمسك بمبادئ الحق والخير والجمال ويستهدف المثل العليا الإنسانية في السلوك الفردي والجماعي ومن أجل ترقية مستوى هذه المهنة فإنهم يعاهدون الله عز وجل وأمتهم العربية الخالدة على الالتزام بمواد هذا الميثاق واحترامه مواد الميثاق 19 نذكر منها ليس كلها ولكن سنأخذ منها البعض مادة مثلا تقول التمسك والالتزام بأداب مهنتهم واحترام تقاليدها مادة ثانية تقول حفظ كرامة مهنتهم والاعتزاز بها والدفاع عن شرفها مادة ثالثة تقول التفاني في خدمة المجتمع والذود عن الوطن والتضحية في سبيله مادة أخرى يقول أن يتسم التعليم بروح الديمقراطية والحرية والنظام مادة أخرى تحقيق مستوى علمي جيد يؤدي إلى نهضة عربية شاملة مادة موالية تقول تطوير العلم من أجل تقدم الأمة الحضاري مادة أخرى يكون المعلم مثالا صالحا في الأخلاق التي يقرها المجتمع وإلى غير ذلك من يقول نشر الوعي القومي واللغة القومية والاهتمام بسلامتها ومعرفتها كل ذلك هو من مواد الميثاق وقد اختتم الميثاق بقسم يؤديه المعلم عند بدء مزاولة المهنة ينص على إذن نفتح قوسين يقول لهذا القسم أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والشرف وأن ألتزم مبادئ ميثاق المعلم العربي وأن أحترم قوانين المهنة وآدابها ينتهي القسم إذن تضمن الميثاق الأخلاقي كما يقول الدكتور إبراهيم ناصر تضمن الميثاق الأخلاقي العربي الأول لمهنة التعليم 19 مادة تدور حول واجبات المعلمين تجاه مهنة التعليم وتجاه زملاء المهنة وتجاه تطوير أنفسهم لمواكبة التطور العلمي وتجاه تطوير أنفسهم لمواكبة التطور العلمي وتجاه الأسرة والمجتمع كما حدد يوم الثامن من آذار مارس من كل عام يوماً للمعلم العربي وانتهى المثاق بأداء المعلم قصماً خاصاً لمزولة مهنة التعليم عند بدء العمل هذا هو ملخص قدمه الدكتور إبراهيم ناصر عن المثاق العربي لأخلاقية مهنة التعليم ربما لافت في هذا أو ما يشدنا في المثاق العربي هو أنه تعلق بلاحظ معي بعلاقة المعلم بالمجتمع بالطالب بالأسرة وبالأمة لاحظ معي لأن هذا الأمر مهم جداً لأنه أيضاً سنجد فيما بعد أن المثاق السعودي ليس بعيداً عن روح هذا المثاق العربي المثاق السعودي ثماني مواد فقط المثاق العربي 19 مادة ولكن كلاهما ليغفل هذه الجوانب لأنه يتحدث عن علاقات للمعلم بهذه الأطراف إذن المثاق العربي يمكن أن نلخص ونأخذ عليه بعض الملاحظات أولاً ارتبط ظهور المثاق العربي بفترة بداية انتشار التعليم العربي وحركة الاعتزاز بشعور الانتماء للعمة العربية وهي فترة الستينات ونهاية الستينات وبداية السبعينات في البداية عرض المثاق ديباجة قدم فيها مبررات وجود هذا التعهد من المعلم العربي ثم كذلك تضمن المثاق أمور تتعلق بعلاقة المعلم بزملائه وبالمجتمعه وبالتاريخ أمته العربي العريق ثم ركز المثاق على العلاقة الطيبة والإيجابية التي ينبغي أن تجمع المعلم وطلابه والمعلم وزملائه أخيراً تضمن المثاق العربي قسم من يؤديه المعلم قبل مباشرته مهنت هذا عمر مهم ولافت أيضاً وهو بالتالي يؤكد على أهمية الالتزام الأخلاقي في مهنة التعليم هذا هو إذن طبعاً تم إمضاء هذا المثاق العربي من كل وزراء من جميع وزراء التربية والتعليم العرب في ذلك التاريخ وطبعاً بقي العمل به في الدول التي وقعت عليه